احمي نفسي ازاي من حب زي ده بنتي تحمي نفسها ازاي بتبعد عنه وتكرر ان هتقفل القصة دي لا ما هتكرر ان هتقفل القصة دي مرة واثنين وثلاثة وبمساعدة الاهل وتعمل بلاغ في الموليس عشان يمنعوا التعرض ليها لان خدي بالك ده هتعرض لها يعني هيا لو رفضته هتعرض لها مش هيسكت اه فعلا مريض ده ممكن يقزيها انت مش متخيلة ده حب مرضي يا ممكن يقبل انية تتجوز حد غيره لا طبعا ده ممكن يقتلها ويقتله لا يا دكتور اه والله العظيم ممكن توصل لكده اه ممكن توصل لكده شفتي ساميريس بوت لما رح يقتله في الفيلم هو كده بالزبط هي قصص كده هي قصص كده فعلا هو ليه بنقول مريض نفسي قتل مش عارف ايه هو قتله ليه عشان الحاجات دي بقى عشان هو كان عنده ريتو مانيا وعنده اليوجين التاني بيحبه بعدين حس ان التاني بيخونه فقرر ان ايه ينتقم من الخيانة خلاص انت عارف ان الاب عائل وفاهم واخد قراره وقابلش حدها في اثر عليه اه الام بقى تبطل تعمل اسقاط المشاعر اللي هي عايزها على البنت هي نفسها تعيش كصة حب لا هي نفسها كتتعيش كصة حب مع جوزها معرفتش تعيشها فبتعيشها مع البنت وده غلط وعمالة تزود تمسك البنت بالواد وعمالة تقول لها ده بيحبك ده مش عارف ايه الام بتتكلم كلام سلبي على فكرة كلامها دلع وتغير وبقى زي كلام الاب والاخ البنت بعد شوية هتكتشف انها مكنتش بتحبه ولا حاجة صح انها تغير كلامها اخر لا لا لازم تغير كلامها لازم تغير كلامها وما تبقى شو مصرة انها تقف جنب البنت في الحكاية دي